السلام عليكم السلام عليكم اعوذ الله مشرطة العجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالقير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمرون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتكم رجلون بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم اجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أعصيت ربي عذاب يوم عظيم كن لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدروكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن يختروا على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفرح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كل أتنبئون الله بما لا يعلموا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقد يبينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء أمستكم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبح حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بيهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت خارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتا أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم